السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الأحد ستة تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم موجود في برج العقرب لغاية الساعة 11 و 33 دقيقة مساء من مساء اليوم الأحد بتوقيت جرينتش بعدها بده ينتقل لبرج القوس ورح يظل موجود في برج القوس حتى تمام الساعة 9 و 38 دقيقة من صباح يوم الأربعة القمر الآن موجود في منزلة القلب وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 6 و 31 دقيقة فجر اليوم الأحد بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشولى وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط القمر اليوم بما أنه موجود في برج العقرب لغاية ساعات المساء إذن أيضا هذا اليوم ما منعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي فيمكن أن ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكن الإهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم أو شراء أو استئجار منزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع بطيئة للحركة اللي هي ما بين عطارد وبين المريخ هاي الزاوية لها تأثير ثلاث أيام سابقة ومستمرة ثلاث أيام قادمة ذروتها اليوم الساعة ستة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بيسود شعور بضيق الصدر فما منتقبل النقد وممكن نثور بشكل مبالغ فيه في وجه أي شخص بينتقدنا أو بيعطيه ملاحظة بخصوص تصرفاتنا وبكون ردات فعلنا بكشف عيوبه وأخطاءه تجعلنا عصبيين سريعين الانفعال والتهيج وبتدفعنا للنزاعات والتعقيدات والخصومات في حياتنا الحميمية والمهنية كما أنها بتزيد من احتمال التعرض لجروح أو حروق في أنشطتنا اليومية دوليا فهي بتدل عن تقد وسائل الإعلام لزيادة نفوذ السلطات الأمنية أو الجيش في بلد ما وقم حرية التعبير وممكن تمارس سياسة قمعية ضد الصحافة وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة للتعنيف أو العدوان وربما للسجن أو القتل حتى توجه وسائل الإعلام كذلك انتقاداتها لردي أوضاع القطاع الصحي وقطاع الصناعة وربما يعني يكون فيه نوع من أنواع الإضرابات أو الاحتجاجات للأطباء والممرضين أو الأيدي العاملة في بعض المؤسسات وبتواجه انتقادات لقطاع الرياضة والمطالبة بالاهتمام به وإدراج فئات شابة في الفرق والأندية لتشبيبها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة خمسة وثمان دقائق بعد العصر بتوقيت جرينج ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار وممكن تعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة وممكن تعرضنا للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة سبعة وستة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس عليه فن واكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال المسرحية وأيضا الأمور الروحانية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة عاشرة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وابتدفعنا للإبداع بعد هذه الزاوية مباشرة بإبداء عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة عاشرة وواحد وخمسين دقيقة مساءا بتوقيت جرينج ورح ينتهي الساعة 11 و33 دقيقة مساءا بتوقيت جرينج هذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و33 دقيقة مساءا بتوقيت جرينج خلاص القمر بنتقل بيستقر في برج القوس عشان هيك من هذا الوقت وما بعد منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بناس أكثر سعادة منتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية وبتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في النزهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا من الآن وحتى ساعات المساء عنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العانة والجينات أما من ساعات المساء والأيام القادمة بصير عنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية أما بالنسبة للعمليات الجراحية خلال هذا اليوم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل لبرج القوس خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعاء بيبدأ الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الآن أربع أيام الساعة ستة وتسعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنبدأ باليوم الخامس نهاية اليوم نسبة الإضاءة للقمر بتكون خمسة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعة الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم اثنين وعشرين عشرة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة ستين في المية القمر في العقرب ورح ينتقل للقوس ورح يضل في القوس ليوم تسعة عشرة سعيد الآن بنسبة خمسة وثمانين في المية ساعات الفجر سعيد بنسبة مية في المية أما ساعات الصباح سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية ساعات العصر سعيد بنسبة ستين في المية أما في ساعات المساء سعيد بنسبة خمسة عش في المية عطارد في الميزان حتى يوم 13-10 سعيد بنسبة 15% الزهرة في العقرب حتى يوم 17-10 سعيد الآن بنسبة 70% ساعات المساء سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 4-11 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 بعدين يبدأ في عملية التراجع منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 12 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ممكن يتغير الوضع لصالحك مع شرط التحليب الليوني والدبلوماسي في التفاوض ممكن تضطر لتقديم تنازلات أو تصحيح بعض الأخطاء أهم شأنك تتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ ممكن تنشغل بمعاملة أو ملف أما في ساعات المساء بتنشطه في مسائل تتعلق بسفر أو اتصالات بعيدة أو تعامل مع أشخاص أجانب أو خارج البلاد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتحمل هاي الفترة من الآن وحتى ساعات المساء فترة فيها نوع من أنواع التوتر لأن القمر موجود مقابلك تماما فإذا هو جيد على مستوى الشراكة المالية والعاطفية وتعزيز العلاقة مع الشركاء ولكن فيها نوع من أنواع الضغط طاقتك ضعيفة فبدك تحاذر من القصام أتعادي أحد وتجنب الخلافات كليا لأن خصمك قوي وطباعك ما رح تكون هادئة أما في ساعات المساء بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا فقط إنك تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء بترتاح ولسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة الأعمال والالتزامات عندك حاول إنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات المساء وراعي ظروفك الصحية بتعيد وترتيب الأوضاع وتتحسن الأحوال ولكن في ساعات المساء القمر رح يصير مقابلك تماما ابترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم بالنسبة لما وليد برج السرطان فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز ومن الآن وحتى ساعات المساء أهم مش إنك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب من الواجبات المطلوبة منك هذا اليوم مناسب للتلاقي ولا التعارف للحب ولا الغرام ولا التقارب مع الأحبة وممارسة الهوائية والاهتمام بالذات أما في ساعات المساء يعني القمر رح يصير في البيت السادس هنا بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم وبتلاقي معني أعمالك نوع من أنواع الصعوبة فممكن يبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد أهم مش إنك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل مساء العائلية أو شخصية من الآن وحتى ساعات المساء أو ممكن تكون قلق من حدث معين أو تتدمر لأقل الإشارات أما في ساعات المساء الأجواء بتتغير تماماً بتبحث عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومنسيات برج العذرة بالنسبة لمواليد برج العذرة بتقوم من الآن وحتى ساعات المساء بمفاوضات حثيثة ومفيدة وبإمكانك إنك تعبر عن رأيك وتفاوض بجراءة وبتتمتع بسرعة بديهة وقدرة على الإقناع وقدرة على إيجاد الحلول الأجواء بتظل داعمة ونشاط وحيوية ورغبة بالاتصالات أو كثافة الاتصالات والتنقلات عندك عالية جداً اليوم أما في ساعات المساء بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئن هواجسك شيئاً ما ووظف أمورك وأموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة أو ممكن من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن انتبه على أموالك في ساعات المساء بتنشطوا بالتنقلات أو السفريات القصيرة أو الاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعاً حماستك عالية وممكن تنطلق فيه تنفيذ خطة أو فكرة جديدة أو تتلقى إشارة أو خبر وبتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات ممكن تتلقى مفاجأة أسارة وربما تفرح لحدث كبير خلال هذا اليوم هاي فترة ممتازة ومميزة بالنسبة لك أما في ساعات المساء ابتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس ابعد عن المغامرات والرهان على الحظ من الآن وحتى ساعات المساء لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب ممكن نتعانو من تراجع في الأرباح أو المعنويات أو الحيوية أهم مش إنك ما تجازف بسلامتك لأنها فترة فارغة من الحضوظ واللي بتشعروا فيه من تعب وتراجع في الصحة بيزول كل ما اقتربنا لساعات المساء أكثر في ساعات المساء القمر خلص بوص الله عنكم ابتمتلقوا بعد ذلك نشاط وحيوية تنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي هاي فترة مميزة من الآن وحتى ساعات المساء للتحالف للتعاون وللمشارك الفعلية وحاول إنك تقتنس هذا الوقت لإعلان رأيك وللحصول على موقع معين وتفاعل مع المسؤولين بمرونة منكم أشخاص ممكن يتوجهلوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعد من لقاء الأصدقاء حاولوا تنجزوا أيضا أعمالكم قبل ساعات المساء أنه في ساعات المساء القمر رح يوصل لبيت متاعبكم فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم ولا توقعوا على عقد ولا تحسموا أمر لأنها فترة سلبي وفارغة من الطاقة والحض بالنسبة لما وليد برج الدلو من الآن وحتى ساعة المساء بتكونوا تحافظوا على هدوكم حاولوا أنكم مثيروا المشاكل والعدائي وخصوصا مع المسؤولين وما تشوهوا سمعتكم لأنها هاي فترة مهمة وبتمتحنك أهم شنك أيضا ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك وحاول أنك ما تجازف وما تغامر أما في ساعات المساء بتنشط بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت تستعيد حماستك أكثر فأكثر خلال هذا اليوم وبتنطلق فيه تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار طبعا بتكون فترة نشطة جدا خلال هذا اليوم لغاية ساعات المساء وممكن تشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة بتكثر عندكم الاتصالات واللقاءات والحوارات والنقاشات أما من ساعات المساء بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بتصير فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكون تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة